أنا أستاذ مساعد دكتور علي رعد عبد الكاظم من جامعة القاسم الخضراء عضو جنة الخبراء وعضو جنة تنفيذية بالبرنامج وأيضا مدرب ضمن البرنامج جيد دكتور اليوم تحدث عن جنابك احتلعت المنصة وعطيت معلومات هذه المعلومات بيها تفصيلية دقيقة جدا لكل ملف تفصيلية مسوية هذا المنهاج من وضعه أولا تمام وثانيا صار أكوفد يعني عندكم مؤشرات في الجامعات مؤشرات من الأساتذة يعني أجهزة استشعار تملون من خلال هالفراغ تعدلون الأخطاء السابقة يكون أكو تحديث لطراق التدريس؟ نعم شكرا جزيلا للاستضافة حياة احنا بدينا بهذا البرنامج صار تقريبا من 2020 مع جائحة كورونا نعم كان به هو مشروع وزاري تبنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي هي دارة الدراسات والتخطيط المتابعة فهو برنامج وزاري بالأساس مع تعاون مع الأمم المتحدة ومختبرات التسريع الإنمائي بالـ UNDP طيب كان هدفه الأساسي هو تحديث مناهج طراق التدريس بالجامعات العراقية لتكوين منهاج اسمه منهاج طراق التدريس نحو التعلم المدمج باعتبار احنا مرينا بأزمة اللي بصراحة العالم كل مرة بأزمة جائحة كورونا واللي يتحول بيها التعليم التقليدي داخل الجامعات إلى تعلم ألكتروني بالأساس حتى يغطون المناهج بيها فمن هذه التجربة كانت المنبع والأساس بأن نطور طراق التدريس ماناتنا حتى نشمل الجانب الألكتروني بيها وحتى نشمل هذا الجزء المهم بيها مع تطور العلوم التكنولوجية مثل هذا البرنامج هذا البرنامج بدأ مع استشعار المرحلة الأولى مالتل اللي هو جميع جميع مناهج طراق التدريس بالجامعات العراقية بدأنا بيها بعدها مع الخبيرة الدولية مع مختبرات تسريع المائي بدأنا نحلل هاي المناهج ونشوف شنو التحديثات الممكن تحدث على هاي المناهج بتجعلها مناهج مناسبة للوقت الحالي مواكبة للجامعات البريطانية والأمريكية وهو أقفد على الأقل اثنين أو ثلاثة من أعضاء اللجنة هم خريجين دراسة الخارج بريطانية المتحدث هو خريج جامعة بريطانية عندي فيزيت انجريس يتجرب جامعة بريطانية فأني ابن تجربة وهي خبيرة بريطانية كانت اللمسات وضع بيها جانب إبداعي مع مواكبة بجامعات العالم صممنا المنهاج حتى يحتوي ثمانة وحدات اللي هي تبدي وحدة التعليم والتعلم وحدة تصميم التعليم القياس والتغذية الراجعة تطوير المحتوى الرقمي والدعم العمل التطبيقي وأيضا ستراتيجات التسير وطرائق التدريس أخلاقيات المهنة كانت وحدة مهمة أضافة مهمة جدا هي الأخلاقيات المهنية وأيضا جودة التعليم كانت جزء مهم من هذه الدورة وأيضا البحث العلمي زين دكتور بس ألقاة عن كناعة رانيلا ليش طلاب على مدى سنوار قوي ليشكون من قضية طرائق تدريس الأستاذ الجامع بعض الأساتذة كلاسيكية وسائل إضاحة غير موجودة بعض الأساتذة يلتزم بالمنهاج الورقي بلون إضافات يعني إضافات مو خارج المنهج إضافات روح المادة العلمية صورة عامة المناهج هي بتطور والأدوات بتطور اليوم محاضرتنا كانت استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعليم نعم وأنا متأكد أثناء أعداد المحاضرة مات البارحة نفس الأدوات الذكاء الاصطناعي والأدوات التكنولوجية المستخدمة بالتعليم تتحدث مثلا عند الزول إيميل قالوا هاي الأدات تستخدمها حاليا به تحديث فهو بتقدم خلال مدة بسيطة خلال مدة بسيطة فهي جميع الأدوات التي تستشعرها حضرتك حاليا وجميع الجمهور من ناحية استخدام الأدوات التكنولوجية التعليم الرقمي هي بتطور فشانت الحاجة لاستشعرتها الوزارة ودائرة الدراسات والتخطيط من المتابعة بأنه يوجد حاجة ملحة لتحديث طرائق تدنيس بحيث واكب التحديثات التي تصير بها